السلام عليكم معاكم مسنالي سعيد لو اول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس شان يوصلك الفيديوز الجديدة اول باول ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير وافرح جدا بالقومنس اللي بتتسبوها لي تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله احنا اخد الستوري بتاعت تاني عددي هي نزلة على قدارة شارك ما عرفش بقى نزلة على مين تاني ودي مور تيلز فروم شيكسبير ده كتاب كبير في قصة صيامة جدا هم واخدين قصة واحدة وطبعا معمولة شورت اديشن يعني صويرة خالص اسمها اللي هي بالعربي كان عندنا ترويد النمرة تمام هنا معناها ايرود كلمة شرو معلها المرأة صليطة اللسان اللي هي طول الوقت بتشتم ومتزع وعملة مشاكل طيب اولا الستوري دي متكونة من زي متشايفين صفحة واحدة انا عارفة ان الستوري دي حبا لكم ان هي عبيطة وبتضحك وكده ولكن لو كنتوا كبار شوية كنا شرحناها باسلوب مختلف بيارين فيها كلام عميق والله يعني بس ما علينا متحك عادي من نفسنا اول حاجة ده chapter 1 اسمه كده الاسامي دي كلها ايطالية كاثرين كاثرين اللي هي الشرو اللي هي المرأة صليطة اللسان وهي البنت الكبرى الابن الكبرى لبابتيستا بابتيستا ده ابوها وده راجل غني من بدوا بدوا دي مدينة في ايه في اتلي كان عندها طبعة وعندها لهجة او طريقة في الكلام دايما عالية وغضبة درجة انها تعرفت في بدوا كلها باسم كاثرين صليطة اللسان it seemed improbable على الرغم من ان الموضوع ما يبدوش طبيعي indeed impossible واحيانا مستحيل that any gentleman would dare to marry this lady ان اي راجل محترم يجي يتقدم للست دي therefore ولذلك بابتيستا was much blamed because he refused to give his agreement to many excellent offers that were made to her gentle sister ولذلك بابتيستا كان بيتم اللوم عليه لانه كان بيرفض كل العروض الكويسة اللي بتيجي البنت سمعين her gentle sister اختها الرئيئة يعني عندنا اختين نقيدين واسمها بيانكا اسمها اي باء بيانكا كاثرين بيانكا وابوهم اسمه بابتيستا saying that when the eldest sister was married وكان بيقول لما كبيرة تتجوز the young بيانكا should be free to take اخصبن هي كمان تتجوز it happened however that a gentleman named patricio وكان في راجل اسمه patricio came to badua on purpose to look for a wife جاه badua عشان بيدور على زوجة not being discouraged by these counts of كاثرين ستمبر طبعا ما حبطوش الكلام اللي سمعوا عن كاثرين وطبعها and hearing that she was rich and beautiful اول ما سمع ان هي غنية وجميلة he determined to marry her صمم على انه يتجوزها marry this famous shrew يتجوز ايه المرأة صريطة اللسان and tame her into an obedient and gentle wife ويروضها بقى لزوجة مطيعة وهدية truly no one was so suitable to attempt this as patricio بيقولك ما كانش في حد انسب من patricio ان هو يعمل كده his spirit was so high as kathryn روحه كتعالية جدا زي كاثرين زي روح كاثرين and he was and i'm using a most happy timbered هو كان ممتع وكان دايما طبعه على طول مبسوط person he he was so also so wise وطبعا كان شخص حكيم and of such a true judgment وعنده بيعرف يحكم كويس على الناس that he knew well how to pretend to be angry and furious when his spirit were so calm لدرجة ان هو كان بيعرف يمثل يعني او يتظهر بقدي ايه هو غبان ودايق في حين ان هو هادي جدا وروحه من جوا ما فيهاش اي مشكلة that he had that he could have laughed merely at his own pretence لدرجة ان هو كان من جوا بيعد يضحك على التظاهر اللي هو بيعمله دا the rough and noisy manners that he showed when he became the husband of katherine طبعا بيقول لي الطبع او الاخلاق اللي كانت noisy مزعجة وrough وقصية اللي هو حاول يظهرها لما اتجاوز katherine where the only way كانت طريقته الوحيدة as he himself so يعني زي ما هو شاف to overcome يتغلب على the uncontrolled anger of his wife يتغلب على الغضب الغير اللي ما بيتمش سيطر عليه بتاع زوجته so patricio went to make love to katherine the shrew ابتدا ان هو ايه يروح يتقدم لها first of all first of all he begged baptista's permission to try to win his gentle daughter katherine الاول راح يترقى baptista ان هو يحاول يفوز بقلبها بقلب katherine يعني as patricio called her كان بيقول عليها gentle daughter كان بيدعوها كده البنت الليه الرائيئة for his wife كزوجة لي طبعا بابتستا ما كانش مسدق اللي بيسمعو he said that ورح يقول له بقى having heard of her modesty من ساعة ما سمعت عن توضاعها with gentle behavior واخلاقها الرائيئة he had come for from verona جاي من verona ده مين اللي جاي ده patricio to ask for her love عشان يطلب ان هو يتجوزها ويحبها though her father wished her to be married وعلى رغم ان بابا كان نفسه يجوزها ويخلص منها he was forced to become to confess that katherine's character was quite different from this ولكن طبعا ما قدرش غير انه يعترف ل patricio ان شخصيتها عكس ما بيقول تماما what gentleness she had soon became very clear وطبعا رئتها ظهرت بسرعة for her music teacher لما مدرس الموسيقى بتاعها rush into the room دخل القوضة بسرعة to complain عشان يشتكي the gentle katherine ان katherine الرائيئة ده على كلام يعني patricio his pupil pupil التلميذة بتاعته had broken his head فتح الدماغه with her instrument بالقلة الموسيقية بتاعتها because he had dared to find vote with her performance شان اتجر انه هو يلاقي غلطة في اداءها في الموسيقى و هي بتعزف يعني when patricio hear this واول ما patricio سمع اللي تقال ده من مدرس الموسيقى he said راح ايل بقى what a wonderful lady يا لها من امرأة رائعة i love her more than ever ونبي حبيتها وعايز اتكلم معيها طبعا قاعد يترجى begging her father to give this agreement قاعد يتحيل على باباها عشان يواثق وطبعا بابتيستة قاعد مصدوم اللي بيسمعه قال له i must hurry over my business بيكلم باباها فبيقول له انا لازم ارجع اشوف شغلي انا مش فاضي يعني يا سينيور بابتيستة i cannot come every day to try to win her انا مش فاضي لكم بقى كل يوم اجح عشان افوز بقلبها you knew my father is dead انت عارف طبعا ان بابايا ميت and has left me heir to all his lands and goods وسبني heir يعني وريس لكل الاملاك بتاعته وفلوسه then tell me قول لي بقى انجز if i get your daughter's love لو انا عرفت احصل على حب بنتك خليتها تحبيني what money will you give me what money you will give me with you will give with her ايه الفلوس اللي هتتفحها معاها هو هنا عشان تبقوا فاهمين في الزمن ده في المكان ده في اوروبا كالستة هي اللي بتدفع المهر فهو هنا جاي يطلو بيقول له المهر اللي هتدفعه لي كام بابتيستا thought his manner was rather rough for a lover طبعا بابتيستا اتصدم ده مش مش واحد جاي يحب ده بيقول انا عايز فلوس اهو but because he would be glad to get Catherine married بس عشان كان عايز يجوز Catherine ويخلص he answered that he would give her فقال له ان انا حدي لكاثرين 20,000 crowns حديها 20,000 crowns and have his possessions so this strange marriage was quickly agreed upon وطبعا الجوازة دي بسرعة توافق عليها and بابتيستا went to tell his shrewish daughter that she had a lover وبابتيستا رح نده على بنته والله جايي لك واحد عايز يتقدم لك and sent her in to Patricia to listen to his love making وطبعا بعثها لباتريشو عشان يعودوا يتكلموا مع بعض ويحاول التاني يقنحها بحبه بيش حب ولا حاجة الموضوع مسألت ايه فلوس ده كان اول chapter الستوري دي مش موجودة انا مش لقيها خلص غير في كتاب المحور اهو تمام يلا بينا على chapter 2 Patricia with the shrew Patricia بيتجوز هنا with معناها يتزوج meanwhile Patricia was deciding the way in which he would tell her of his love طبعا Patricia عرف فلاص بقى طبعا فعمل يجمع في طريقة يفكر في طريقة هدخل يعني الدخل اللي هيدخل عليها يعني يقولها ايه الدخل اللي هيدخل بيه عليها في الكلام and if she looks fierce ولو دخل غضبونا والشام حمر من الغضب I will say she looks as clear as roses were newly washed with rain حقولها وشك احمر زي الوردة اللي غاسلها المطر if she will not speak a word ولو دخلت سكتة ومش رادية تتكلم I will praise her ease and purity of her language حقولها سلام على هدوئك وكلامك الحل and if she tells me to leave her ولو قالت لي مشي طلعه بره I will thank her as if she asked me to stay with her a week حشكرها كأنها قالت لي أقعد معايا أسبوع هو دخل يعني بيستفز كاثرين now entered دخلت بقى كاثرين القاعة and patriciute spoke to her ورح مكلمها ودخل عليها يقولها good morning kate بيدلحها وهو ما يعرفواش good morning kate صباح الخير يا gate for that is your name أكيد ده اسمك I hear زي ما بسمع كاثرين not liking this greeting طبعا كاثرين ما عجبهاش التحية دي فshe said proudly ردت عليه بفخر جامد كده وعزت نفس أو بغرور يعني they called me كاثرين who do you speak to بيندهوني بكاثرين تبتكلم مين يولاي لأ كدابة for you are called plain kate لأنهم بيندهوكي بكات اللطيفة I'm pretty kate الجميلة and sometimes kate the shrew أحيانا kate صليطة اللسان but kate you are the prettiest kate in all the world بس يا kate انت أجمل kate في العالم كله and therefore kate hearing your mildness mildness praised in every town طبعا طول منا ماشي سامع مدح فيكي في كل المدينة I have come to win you for my wife طبعا جاي فوز بيكي كزوجالية هو هنا بينقطها they made a strange courtship of it وطبعا كانت جوازة غريبة in loud and angry words بطريقة غاضبة she showed him how justly she had gained the name of shrew طبعا هي هنا ضربته أساسا بس همه مش قيلين وعرفته ازاي هي كسبت اسم shrew عن حق while he still praised her sweet language طبعا هو برضو فضل يمدح فيها حتى لما ضربته at last وفي الآخر hearing her father coming أول ما سامع باباها جاي he said intended to be as quick as possible بيقول بسرعة وراح عيلها الجملة دي sweet Catherine let us stop كيف هي بقى كده for your father has agreed that you shall be my wife عشان أبوك يوافق عالجوازة and whether you wish it or not ولو وفقتي ولا موفقتيش I will marry you حتجوزك طبعا زمان كان الأب اللي بيرفض وبيوافق now baptista entered and patricio told him that his daughter had received him kindly أول ما بابتista دخل القاع patricio قال له إن بنتك عملتني حلو جدا and that she had promised to marry me to marry him on the next Sunday وفقت على إنها تجوزني أو وعدتني إنها تجوزني لحد الجاي Catherine said this was untrue طبعا Catherine قد له كداب she would rather see him hanged on Sunday قد له ده نتمنى شوفه مشنوق يوم الحد she said and she blamed her father for wishing to marry her to such a madman patricio as patricio قلت له أنت إزاي تجوزني واحد مجنون زي patricio طبعا patricio asked her father not to pay attention to her angry words قال له ما تشيلش في نفسك يعني من الكلام ده for they had agreed that she would seem unwilling in his presence بيقول له عشان أنا وهي اتفقنا أن هي تبدو قدامك مش راضية but when they were alone ولكن لما يبقوا لوحديهم he had found her very loving قال له لقيتها بتحبي جدا وهادية جدا ومحبة he said to her وقال لها give me your hand Kate وروح ماسك إدها I will go to venice حيرجع venice to buy you fine clothes for our marriage عشان اشتري لك أغلى الهدوم عشان جوازنا provide the feast جهز العزومة يا بابا هي العزومة المقصود بها الغدى بتاع الجواز يعني بحفلة الغدى بتاع الجواز father and invite the guest وعزم كل المعزيم I will be sure to bring rings and rich أنا هروح أجيب الخواتم والدرسز والفلوس والدرسز والفساتين so that my Kate may be beautiful عشان تبقى Kate جميلة and kiss me Kate بوثينيا Kate for we will be married on Sunday وهنا رح بيسح غصب عنها عشان هنتجوز يوم الحد طيب ده chapter 2 chapter 3 بيقول on Sunday يوم الحد Patricia Tames ذا شروب يروض بقى صليتة اللي ثاني بيقول on that Sunday all the wedding guests were gathered together كل المعزيم بقى حضروا but they waited a long time before Patricia came فضلوا كلهم مستنيين and Catherine وفت مستنيين Patricia يحضر وكاثرين قعدت تعيط annoyed to think وهي الآن أن هي تفكر that Patricia had only been making fun of her and Patricia كان بيت حك عليها عايز يصخر منها at last however وبعد فترة طويلة he appeared ظهر but he thought none of the boat none of the splendid clothes which he had promised Catherine بس بيقول بقى هو ما جاش شاري معا أي هدوم غالية من اللي هو قال عليها nor he himself dressed like a bridegroom ولا هو أساسا اتجوز قصدي سوري لبس هدوم كعريس but in a strange untidy way ولكن لبس دوم غريبة مش مترتبة as if he meant to make a sport of the serious business he came to وكأنه قصد يصخر من المناسبة اللي هو جاي لها even his servant حتى الخادم بتاعه and the horses والحسنة they rode were closed in the same poor and extraordinary manner ملبسين الحسنة والسervant هدوم غريبة وفق يعني قزرة شوية في مقطاعين patricio couldn't be persuaded to change his dress طبعا بابتستا والنس صحابه حاولوا يقنع وقتريش انه غير هدوم ولبس اي حاجة ما عندهم بس he said that catherine was to be married to him not to his clothes بس هو قال لهم ان كاثرين حتتجوزني مش حتتجوز هدومي finding it useless طبعا في الاخر يأسوا to argue with him انهما يدلو they went to the church اخدوه ورحوا لترش here he still behaved in the same mad way وفي الكنيسة بقى تصرف بتخلف اكتر بقى بيتصرف بتصرفات مجنونة when the priest asked patricio if catherine should be his wife طبعا القص بيقول له تقبل تقبل ان كاثرين تبقى زوجتك المفروض يقول له yes i do فهنا بيقول لك he said it so loudly that she should that so loudly that he should that بيقول لك رح قيلها بصوت عالي ايوة بصوت عالي قوي كده لدرجة ان the priest كده تفاجئ let his book fall ورح وقع من ايده الكتاب من الصدمة and as he pent down to pick it up والpriست القص نازل يجيب الكتاب اللي وقع منه this mad brained bright groom gave him such a bow رح موطي كمان عشان ينحني قليل يعني بيحقي uh patricio ورح خبت في دماغه فموقعه اكتر فبيقول لك the priest and his book fell down again وقعه تاني and all the time they were being married وطول وقت الزفاف he stamped his feet كان بيقعد يخبط برجليه and shouted ويقعد يصرخ so that the high spirited catherine trembled and shocked with fear من كترة تصرفاته الهابلة بقت catherine the high spirited ذات الروح العالية trembled بقت تترعش and shock وتترعش من الفير من الخوف after the ceremony was over وبعد ما حفلة الزفاف مراسم الزفاف خلصت while they were still in the church وهما لسا في الكنيسة he called for a wine and drank health loudly to all the company راح طلب كببيت خمرة ورح قيل فصحة كل المنودين then he threw the remains at the bottom of the glass ودبقى حبا في كببية راح كببهم فوش into the face of one of the men there راح كببهم فوش واحد من الرجال اللي عادين من الضيوف giving no reason for this strange act except that he the man's beard looked thin and hungry وما قالش غير ان الراجل اصلاك لحيته خفيفة كده وشكلها عايز جاعين فبتقول and seem to need the wine to make it grow وكان محتاجة شوية الخمرة عشان تنمو there was never such a mad marriage but patricio only pretended to be mad so ما كانش طبعا فيه جوازة اهبل من كده ولكن patricio كان بيحاول انه هو يبين مجنون so that he might be more successful in the plan he had formed to tame his shroosh wife ولكن كان بيعمل كل ده عشان دي خطة انه هو يروض مراته صليتة اللسان بابتيستة had provided the most expensive wedding feast بابتيستة طبعا جهز اغلى مئدة زفاف يعني عمل عزومة كبيرة but when they returned from the church ولكن اول ما رجعوا من الكنيسة patricio said that it was his intention to take his wife home at once patricio قال له انا حيخد مراتي وراوح على طول neither the arguments of his father-in-law ولا محاولات حماة nor katherine's angry words ولا حتى كلام katherine الغطبان could make him change his purpose ما خلهوش يغير رأي he claimed a husband's right وقال دا حقي كزوق to do what he pleased with his wife يعمل اللي هو عايزه مع مراته ياخدها بقى ويروح يعوده فده هو رأيه and hurried katherine's way واستعقل katherine seeming so determined that no one dared attempted to stop him طبعا كان مصمم جدا ان هو يروح مش عايز يحضر الفيست وهنا كان قصده يجوع katherine المهم يعني وما حدش قدر يقف قدام patricio put his wife upon a miserable horse طبعا هو جاي ومعا الخادم والحسينة بتوعه جاي نقق بقى شوية حسينة miserable ضعيفة thin وhungry looking جعانة ورفيعة which he had specially picked for her واختارها مخصوص علشانها and he had and his servant no better ones وهو كمان جاب لنفسه وللخادم بتاعه حسينة برضو مش حسن من اللي جابها لها they traveled on through rough and muddy ways ورح مختار بقى طرق rough قصية يعني مليانة زلط وطوب مري مليانة كمان thin and whenever this horse of Catherine seems to be going to fall وأول ما يحس ان الحصان بتاع Catherine حيوقع من طوله he would shout loudly at the poor tired horse كان بيصرخ بصوت عالي في الحصان which could hardly move under its load اللي كان بالعافية قادر يمشي تحت اللود الحمل الكبير اللي هي كانت Catherine وهو كان حصان ضعيف مش قادر شين نفسه أسنان شين حد at last وفي النهاية after a firing journey بعد الرحلة الرهيبة اللهم ما غشو فيها during which Catherine had heard nothing but the mad shouting of Patricia at the servant and at the horses خلال الرحلة دي Catherine ما كدش سامعة غير زعي Patricia في السervant وفي الهورس they arrive at his house واصلوا بيته Patricia welcomed Patricia welcomed her kindly رحب بيها جدا to her home لبيتها but he had made up his mind that she would have neither food nor rest that night ولكن كان هو أخذ قراره إن هي لا حتاكل اليوم دا ولا حيسيبها حتى ترتاح فبيقول the table where spread and supper soon served بيقولك الترابيزة تحطت والعشة تحط but Patricia pretended to find food with every dish بس Patricia كان بيلاقي غلطة في كل طبق موجود and the supper and threw the meat about the floor وبتدي يحد في اللح مع الأرض and ordered the servants to take it away ورح رامي كل الأكل في الأرض وقال له مش يلوه من هنا all this he did وطبعا كل اللي عمله زي ما هو قال in love for Catherine بسبب ان هو بيحب Catherine that she might not eat meat that was not well cooked وطبعا كان حجته ان هو ازاي يحطوا لها أكل مش مستوي ولا حلو عايزين تأكله امرتي أكل مش كويس and then Catherine tired and souberless went to rest طبعا Catherine اللي تعشت ولا ارتاحت رحت تنام بقى he found the same fault with the bed لقى نفس الغلطات في السرير throwing the bed clothes about the room so that she was forced to sit down in the chair لدرجة نورمى الملاية منع السرير وقال السرير ده مش نضيف السرير مش متساوي حلو القرف اللي انتو عايزين تناهم ومراتي عليه ده فاضطرت ان هي تقعد على كرسي if she happened to fall asleep وكانت اول معين هتغفل كده وحتنام she was quickly awakened by the loud voice of her husband كان على طول بتصحى على صوت زوجها هو بيزع يعني اول ما بيشوفها هتنام يقوم سارخ جامد يا اما في السervانس يا اما عشان خاطر the ill making of his wife's marriage بد يا اما عشان عملوا السرير الزوجية ما سوهوش كويس تمام احنا كده اخدنا اول three chapters ان شاء الله هكمل الفيديو في بارت تاني فيديو تاني اتمنى ان الشرح يكون عجبكم share على قد ما تقدروا للناس كتيرة محتاجة الشرح ده انا حطى الشيتات دي منازلها على الجروب وحنزل اللينك بتاع الجروب بتاع الشيتات ده تحت في الكومنس تحت الفيديو كان معاكم مثنيلي لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو اعمل share بفرح جدا بالكومنس اللي بتسيبوا هادي تحت الفيديو كان معاكم مثنيلي السلام عليكم ورحمة الله